لما يكتشف الشخص أو المريضة أنه لديه سرطان هنا تبدأ عملية العلاج أول حاجة يجب أن يكون له ثقة بالله عز وجل حتى يمشي إلى مرحلة العلاج ولا يتوقف عند التشخيص فقط الأمر الثاني يجب أن يكون لديه محيط إيجابي ومشارك في هذه العملية والحمد لله في المحيط الجزائري والبيئة الجزائرية هناك دائما تعاون داخل العائلة بحيث هناك دائما من يعين المريض ويحاول مساعدته في كل هذه المراحل الأمر الثالث أنه عامل الوقت مهم جدا فيحاول أنه ما يخليش روحه مدة طويلة ما بين العلاج والعلاج الآخر هناك الكثير في المجتمع التي عندهم هذا المرض وممكن الإنسان يتعرف عليهم يجد أنه في الكثير من الأحيان المرض هذا ممكن الشفاء منه باتباع كل الأدوية المتاحة وخاصة الفحص الدوري يجب للإنسان أنه ما يحبسوش لأنه أمر مهم وكما يقدر يتجاوز المرحلة الأولى يقدر يتجاوز مراحل أخرى بالفحص الدوري في وقته ثانيك يعني الأدوية اللي يجب أن يأخذها مدة في بعض الأحيان خمس سنوات لازم يكملها في بعض الأحيان تروح تلعشر سنوات يحاول يتعايش مع هذا المرض خاصة من ناحية نفسية لأنه المرحلة العلاج هي الحق لا تتجاوز السنة وبعدها كله هو إما الدواء هذك اللي يقدر يأخذوا ما فيش يعني مضاعفات كثيرة ولا الفحص الدوري ثاني اللي ننصح به أنه الإنسان لازم يحبسوش كامل لأنه مهم جدا اشتركوا في القناة